السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي إذن اليوم لدينا الصفحة 80 من كتاب النجاح حول الدائرة والقرص المحيط والمساحة إذن ننتقل إلى الصفحة 80 إذن عندما نتحدث عن الدائرة والقرص نقول محيط الدائرة ومساحة القرص إذن نبدأ هذه الحصة بالاكتشاف أكتشف إذن يتوفر تلميد على أربع علب أسطوانية الشكل أقطارها مختلفة مثنى مثنى ماذا نقصد بأقطارها مختلفة مثنى مثنى إذا أخذنا كل أسطوانتين وقصنا قطريهما نجدهما مختلفين إذن هذا يأخذنا أبي واحد مع أبي جوج غلقه قطر كبر من الأخر هذا هو بجوج كذلك هذا هو بجوج كذلك هذا هو بجوج ثم جميع احتمالات هذا هو المقصود بمختلفة مثنى مثنى إذن لقياس قطر قاعدة كل علبة استعمل التلميد التقنية جانبه إذن هذه التقنية هي التي استعمل استعمل مستارة وجوج دي الأكواس الكوس الأول والثاني ثم حدد المسافة التي تفصل الكوسين وبذلك حدد قطر كل أسطوانة من هذه الأسطوانات إذن لقياس محيط استعمل أيضا خيطا رقيقا ولفه دورة ثم قاس باستعمال المستارة يعني كي يأخذ الأسطوانة وكي يدور عليها وحد الخيط ويحاول يأخذك القدر الذي أحاطه ثم يقيسه بالمستارة ويحدد محيطة إذن هنا يتجلى مفهوم المحيط هناك تسخلين ماذا نقصد بالمحيط المحيط ما هو إلا ذلك الخيط الذي يدور حول الأسطوانة لا أقل ولا أكثر إذن دبا إحنا خصنا ندير المناولة ولكن إحنا ما نشأ الأسطوانات ولكن داخل القسم يمكن القيام بهذه المناولة إذن أخذ أربع علب أسطوانية الشكل أقطارها مختلفة أو ثاني خصنا نأخذ بعض الأسطوانات مختلفة أقطارها متنا متنا ثم نقوم بالعمل الذي قام به هذا الترميل ولكن هنا أنا أخذت أرقام أشوائية إذن هل يمكن القول بأن قياسات المحيطات متناسبة قريبا قياسات مع الأقطار إذن هنا مع قياسات إذن هنا مع قياسات الأقطار إذن هنا جدول هذا أنا ملأته غير من عندي بلا ما استملت الأسطوانات إذن عندما يكون القطر مثلا إذن كنقسوا القطر ثم كنقسوا المحيط وعندما نقسم المحيط على القطر نجد 3.14 ثم نفس الشيء بالنسبة للأسطوانة بيجوج بيجوج خدينا الخيط وعبرنا المحيط وخدينا القطر نتاعه وقسمنا القيناة 3.14 إذن هنا يعود ثاني كذلك خدينا المحيط الثالث للأسطوانة الثالثة هي أقطار مختلفة بطبيعة الحال وعندما قسمنا المحيط في كل حالة على القطر وجدنا خارجا هذا الخارج فهو ثابت هذا الثابت هو الذي نسميه بي إذن عندما قسمنا المحيط بي على القطر الدي وجدنا بي إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أن المحيط ماذا يساوي؟ يساوي الدي في بي وهو يا الطريقة اللي كنحسبو بيها اللي كنحسبو بيها المحيط إذن هذا أول هدف من هاتمين أنهم يوصلون بأن العلماء الرياضية نهار بغوا يلقاوا هدف بهذه هكا اكتشفوا به هي تابتة تساوي 22 على 7 ولكن نحن نقدرها في 3.14 وهذه 3.14 نستعملها في حساب المحيط لأننا لقينا بأن هناك تناسب بين المحيط والقطر يعطينا دائما كيفما كانت الأسطوانة وكيفما كانت الدائرة وكيفما كان القرص دائما يعطينا تقريبا بي أنا أخذتها بي ولكن هي تقريبا بي إذن هل يمكن القول بأن نعم قياسات المحيطات متناسبة ماذا نقصد بمتناسبة؟ يعني أننا عدا سبق لنا شفنا التناسب يعني كين واحد المعامل ديال التناسب باش نمشي من المحيط القطر كنقسمه على بي وفاش كنمشي من القطر المحيط نضربه في بي هذا هو معامل التناسب إذن الجدول في وضعية متناسبة يعني أن المحيطات متناسبة مع الأقطار إذن هذا بالنسبة لهذا التمرين هذا الهدف منه هو أننا نستجد تابي تابي التي تساوي 3.14 وهي التي تساعدنا على حساب المحيط ديال الدوائر إذن ننتقل إلى التمرين الثاني ولاحظوا جيدا الشكل الجانب حيث ABCD مربع قياس طول دلعه 9 سنتيمتر إذن هذا هذا المربع هذا القياس ديال الطول 9 سنتيمتر أليف أحسب قياس المساحة S للموضلع الذي رؤوسه إذن الموضلع هذا EFGHJKL هذا الموضلع بغينا نعرف المساحة نتاعه إذن المساحة نتاعه S ماذا تساوي إذن هي غدي تساوي غدي نحسبوها بطريقة غدي نديره بالفرق غدي نحسبو المساحة نتاعه المربع غدي تكون هي المساحة نتاعه 9 في 9 ضيجة تعلمنا كيفاش نحسبو المساحة المربع والمستطيل وغيروها من الربعيات وغدي نقسوه منها بلمساحة هات المتلتته Citizen ثمذيت لهذا المتلتت FIN إلى حرفنا هات المتلتت بنربعةهotte بربعه هاتضي يعطينا المساحة نتاعه الموضلع ولكن لهم اللي اجمعنا عم بها هذا الموت الجلس يعطينا مربع الذي يعطى كل واحد منهم كل الجوج موت 5 سم طمتة و3 سم ماذا يعني هذا؟ اننا سوف نقطع في النهاية جوج المربع هذا الجوج سوف يعطوني مربع اذا سوف نقطع جوج 3 في 3 ثلاثة في 3 هي مساحة كل المربع الذي يتكون من متلتين وهذا متلت وهذا متلت أعطون مربع وعندنا جوجة المربعة إذن هذه النتيجة إذن تعطينا 81 81 ناقص 3 في 3 9 ناقص 18 إذن شوفوا النتيجة التي تعطينا إذن تعطينا 63 سنتيمتر مربع هي مساحة هذا المضل مساحته 63 سنتيمتر مربع إذن السؤال أحسب قياس المساحة U للمربع الأصفر ثم خارج S على إذن سنحسب المساحة U للمربع إذن هذا المربع إذا أريد المساحة متاع نجد طرق إما سنقسم المساحة 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 المربع الكبير على أربعة فنحصلوا عليه أو نضرب هذا الطول 4.5 سنتيمتر لأن هذا مربع طوله ضلعيها 4 ونص لأنه من هنا لعنة السعود إذن سنضربه 4 ونص ف4 ونص إذن نجوجة إذن مساحة المساحة U إذن المساحة U ماذا تساوي دي المربع إذن 4.5 في 4.5 إذن شوفوا شاء الله تعطينا النتيجة إذن تعطينا 20 فص 25 إذا نريد أن نضربها بطريقة أخرى كما قلت بأن نضربها في 90 ثم نقسمها على 4 يعني 81 نقسمها على 4 إذن سأعطينا كذلك 20 25 سنتيمتر مربع إذن هذه هي مساحة هذا المربع هذا المربع الأصفر ثم نحسب خارج S علي خارج S علي ماذا نقصده بخارج S علي يعني أننا نقسم S علي S ضج حسبناها كتساوي 63 وغضي نقسمها علي اللي كتساوي 20 فاصلة 25 إذن 63 مقسومة على 20 فاصلة 25 إذن وندقوا النتيجة النتيجة غلقوها ثابتة يعني لا بدون وحدة لأن علش قسمنا مساح على مساح لما منش الوحدة إذن غالقسم 63 على 20 فاصلة 25 إذن كسطين 3 فاصلة 1 1 1 إذن تقريبا 3 فاصلة 11 4 إذن هذا هو خارج هذه القسم إذن ننتقل إلى السؤال الموالي هل قياس مساحة الموضلع تساوي تقريبا قياس مساحة القرص إذن هنا الموضلع حسبنا المساحة نتاع كسطين 63 سنحاول نحسب المساحة القرص إذن القرص من الشعاع نتاع 4.5 سنمت إذن سنحدد مساحة القرص مساحة القرص تساوي 4.5 مضربة 4.5 و 3.14 الشعاع في الشعاع في بي إذن سنجعل عملية حسابية نرى ما تعطينا إذن تعطينا 63 فاصلة 63 63 فاصلة 585 500 و 85 سنتيمتر مربع إذن هناك اللحظ إذا لاحظنا ده بغ القو بأن فعلا أن المساحة أن المساحة S مساحة المضلع إذن مساحة المضلع تساوي تقريبا مساحة القرص لا تساوي كيف نقوله تساوي تقريبا يعني 63 على الأقل في الجزء الصحيح ربح بحل ولكن ماذا تساوي بالضبط لا لماذا لأن هناك كان بعض الأجزاء داخل وهنا بعض الأجزاء خائدين هنا ماذا يريدون يقولون من هذا التمرين يريدون أن الدائرة ما هي إلا مضلع عدد نقطة 360 أو بتعبير آخر 360 ضلع هذا المضلع ما لديه الأضلع لدينا جوج أربعة إذن عنده تقريبا ثمانية ما حدنا نزيده في المضلع عدد الأضلع كي يكبر ونقرب للدائرة وهذا نفهم في غاية الأهمية وطبيعة الحال في السنوات القديمة يعني هذه الدائرة ما هي إلا أننا نبدأ نزود الأضلع لهذا المضلع حتى إنف ونوصل 360 ضلع سيتقد المضلع EFGH EGKL بطبيعة الحال مع الدائرة هذا هو الذي يريد يوصل لنا إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة هي حصة استكشافية تعرفنا فيها على P تعرفنا على نفهم المساحة دائرة 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 نعم دائرة دائرة نعم إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة معيدنا مع حصة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة